وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعقد اجتماع يدوم وزيري المالية والاستثمار والرئيس التنفيذي لوكالة دمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا للتوافق على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وذلك ضمن جهود الدولة لدفع الصادرات المصرية وخاصة لقارة الأفريقية وخلال اجتماع عقده لمتابعة إجراءات تفعيل وكالة دمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا ناقش مدبولي أليات تفعيل وكالة دمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية تمهيدا للإعلان عنها